اهتمامها بالتاريخ وشغفها بالتراث كان وراء زيارتها رفقة صديقاتها إلى المعرض الأمريكي المغربي من صوت وحجر سناء طالبا بمعهد الفنون الجميلة يستهويها هذا النوع من المعارض الفنية للوقوف على المكنونات التراثية للذاكرة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية سنتعرف على التاريخ والتقافة الأمريكية والحاجة المستركة التي تجمع بين التقافة الأمريكية والتقافة المغربية من صوت وحجر شعار معارض يحتفي بالذكرى المائتين لتأسيس أول مفوضية أمريكية في العالم بمدينة طانجة شمالي المغرب معارض يحاكي أقدم العلاقات الدبلوماسية ووشائج الروابط التاريخية المتينة بين البلدين معارض من صوت وحجر احتفالاً بالروابط العميقة والتاريخية ما بين الولايات المتحدة والمغرب يركز هذا المعارض على المبنى مفوضية اللي في الطانجة واللي عطاه في عام 1821 منذ 200 عام سلطان مولي سليمان للولايات المتحدة كعربون الصداقة هنا بمتحف عبد الرحمن سلاوي في مدينة الدار البيضاء الكبرى يسافر المعارض الأمريكي المغربي بالزائر عبر الزمان لاكتشاف عبق التاريخ والمقاومات الحضارية والتراثية التي أسست للصداقة بين البلدين من خلال عرض مجموعة من التحف النادرة من قطع تاريخية ثمينة ورسائل وأوسمة وقلادات وأحجار وآلات موسيقية وأغراض شخصية لمشاهير ونجوم أمريكيين ومغاربة طبعوا مسار تلك المرحلة من التاريخ يفتح لباب عدة معارض مؤقتة مثل هذا المعرض الذي يحيي العلاقات بين الدولتين المغربية والدولة الأمريكية معرض مجاني يفتح أبوابه للعموم إلى غاية نهاية شهر يناير 2022 بأروقته الفنية المتنوعة من المنتظر أن تنتقل فعاليات هذا المعرض إلى المتحف الوطني للديبلوماسية الأمريكية بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن نهاية شهر يناير 2022 لإتاحة الفرصة للمهتمين للاطلاع على بعض أسس العلاقة التاريخية بين البلدين بكل مقاوماتها السياسية والديبلوماسية والتراثية وغيرها فاطمة البكاري الحرة الدار البيضاء